رمضان آخر يقضيه اللاجئون الأفغان في باكستان بعيدا عن ديارهم لكن مرارة اللجوء والغربة لم تعد همهم الوحيد فقد تفاقمت معاناتهم بسبب جائحة كورونا حيث الغالبية العظمى يعملون بالأجرة اليومية نوراني لجأ إلى باكستان منذ أكثر من أربعين عاما ولا يزال يحلم بالعودة إلى بلاده لا شيء يضاهي قضاء رمضان في أفغانستان مع الأهل والخلان نحن هنا في غربة ولجوء نعمل بالأجرة اليومية كلما سمحت لنا الظروف ومتى تحسنت الأوضاع الأمنية في بلادنا سوف نعود فورا ولربما كانت حال نوراني أفضل من كثير من اللاجئين مساكن عشوائية لا تقوى على تقلبات الطقس وبلا خدمات أساسية تزيد من معاناتهم خلال الصيام ومع قرب موعد الإفطار تتصاعد أدخنة إعداد الطعام لكن نظرة قريبة تخبرك بأحوال العديد من هذه الأسر التي تعيش على الكفاف وفي ظل مستقبل غامض ينتظرهم يفضل كثيرون منهم البقاء في باكستان لجأت إلى باكستان منذ 35 عاما وتزوجت هنا ننحدر من منطقة جبلية في أفغانستان كنا نعاني الفقر هناك وكذلك هنا والحمد لله على كل حال نعمل بما يسد رمقنا ويكفينا مؤونة يومنا يشتكي اللاجئون الأفغان من شوح المعونات إلا من بعض نفحات الخير التي تهب في شهر رمضان نفحات علها تواسيهم وتخفف بعض مصابهم هنا يتجمعون حول مائدة الإفطار سواسية فرقت بينهم المناطق والأعمار لكن جمعهم اللجوء والحرمان ليس شهر رمضان الأول على هؤلاء اللاجئين الأفغان في هذه الظروف القاسية ولن يكون الأخير ويبقى همهم الوحيد هو العيش بكرامة في غيابات اللجوء والبعد عن وطنهم عبد الرحمن المزيني العربية إسلام أباد